أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار اطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوابة الاستثمار الأجنبية وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين وأوضح وزير الإسكان أن البوابة تتيح للمستثمرين الكدمة التقدم بطلب الاستعلام عن الفرص الشخص الاستثمارية أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية لجميع الأنشطة الكدمية بالمدن الجديدة بالدولار تحويلا من الخارج مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حققت نجاحا كبيرا من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلا من الخارج